السيستام الدراسي، الديمقراطي، نظام النقل وغيره اليوم نحكي عن نوع هذا ليس السيستام إلكتريك أو ميكانيك وكي نأخذ النظام الدراسي كمثال اما الكلام نفسه بالنسبة للسيستام الكل كيف نعرف عن أنظمة؟ حسب ما لاحظت أي نظام هو مجموعة أجهزة نظم روحة أو تنظمها أجهزة أخرين بناتهم علاقات يعطيه بروديو في كونديسيون مناسبة للسيستام بشيخ والدورة التي تخذها تعمل هذا السيستام تكون معمولة بطريقة خلية يعطي أحسن بخدوية في حالة النظام الدراسي لازو بجئة اللي عندها علاقة مباشرة بالبخدوية هي التلامذة اللي بش ياخذوا سيبوزون التعليم يعني ياخذوا البخدوية أما عندهم مش دخل في الإنتاج متاعه لا في طالب المعلومة لا في تطويرها والكتب اين عمل بجئة ثانية هو الكتب مش الأستاذ على خاطر الأستاذ بيدو في السيستام الحالي مجرد روبو متقيد بالكتاب وحتى كان ما قركش منه كله في إطار الكتاب يمنعك من أنك تتعلم وحدك من خلال الأشرف عليك يقص على المعلومة التي تأتي من الكتاب ويوقف بيناتها وبينات مخب بش يضمن أنها وصلت بشكل صحيح وين هو البروسيسور منفذ العمليات وانتي الديسك دور القرص الصل فهمت ولا ما فهمت اش المعلومة لازمها عندك ما تنقشش في القسم صحة المعلومة وفاش تصلح تحفظها بالسيف وتتحمل الأولوهية التي تعطعت للماتماتيسيين الفيزيسيين وكثروا المعلومات ما حفظوش لكن نستعملوا مبدأ التشكيك وصلحوا برشة أغلاط في الاستنتاجات ومعلومات الأغريق ما ننساوش اللي انتي عبد للمعلومة لك فيلسوف لك فيزيائي لك رياضي ما تجي شي هوني هذا تجريد واضح للعبد من الأبداع والتفكير من بعض نستغربوا كفافة ما متعصبين ورهيبيين والمؤسسة اللي لازم تصلح المشكلة هذي تبروغرامي فهم بطريقة اخرى ما عندك شوار فلي تقرأ ما تنجمش تقرأ بطريقة مش معترف بها خارج النوع العالمي المعروف تعلم مؤسسة تعليمية التلميذ ما ينجمش يسرع في البروغرام وقتك ما يهمش ماكش مواطن التعليم ما يهمش احفظ كل شي حتى لفرمول ماتماتيك بلاش ديمونسترسيون بلاش نقاش في المفاهيم التجريدية اللي هي روح المات ولي مشيت تحت استبداد النظام هاب خذ عشرين انسى كل شي فرق الالجيبغة جيومتخي وقتل الالجيبغة واحده مجرد سيونس دي بيت تعمل على رجلتها ما تعرفوش حتى كيف يخرج وهذا مثال في اكثر ماتير تتقرب الغلط يعني حتى في طرق التعليم متاعنا منستعبدين لا تونس ما تعملش حاجة جديدة لازم دولة اخرى عملتها ما كانش نحن غلطين لو استاذ عندك مجال محدود للارتجال تقيد بالبروغرام بالقديم الكل انتي عايش في القرن واحد والعشرين ما يهمش مستوى واعي كيما القرن عشرين وتسعتاش لعباد هاده مقصح منك التجديد حاجة زالة انا ما فهمتش كيفاء انسانة دولتي يحب تعليم يوافق على تيبس وتحفظ المؤسسة هذه وهو احق عبد بشي يعطينا رؤية جديدة على المعرفة اما اللي نشوف فيه انه برشا من الاسات ذا خسروا الكرياتي فيتي واللوجيك متاح والقلب اللي قومك من كرسي وانتي صغير واللي حقرته منه والنهار دخلت فين المكتب التلميذ في الكلاسي هي الصبع بشيعة من حاجة بشرية لازم منها كيما يمشي للطويلات وين نلقاوه هذا الكل في الانظمة الاستبدادية اي نعم تعليمنا ديكتاتوري مش من طرف واحد اما من حدود عملناها الارواح كنت تغزر بالقديم وتسمع اللواعي متاعك تفهم على تحس بالنغاتفيتات والقلقة ذوكم الكل في موخط ما غير سبب في السيستام هذا العلاقات لازمها تساهم في البخدوية اللي هو التعليم في دي كونديسون تخلي الوظيفة هذه تصير كما الصح انسان مريض ما ينجمش يتعلم ويذور لزو بجال اخرين في البرد لازم نسقف ولا كبابة كان الخروج ممكن كما نقرأ على الفي دابر وانت عمرك مريد برجان اكسيلاغ ولا برعم ايبتي وفيس كنا احنا ربطنا البر بالجو والداخل بالفدة فمشانس كبيرة تتذكر اللي قرأتوا الكل على الفي دابر من الاكسپيريونس هذه كما نهزوا خمسة كتب وخمسة كارس وانظروا ظهوراتنا وقتل ننجموا التاليشارجي والكتب الكل ونكتبوا في الإزابغاية انتليجنة اللي عندنا في عوض ما نقتلوا غابة باش نصنعوا بلوك متعكتبوا كرارس ومبعد يقررون على الغشوفمان كليماتيك مالة تفاهق وديو غامة تعليمنا خيبة برشا ما نزلنا النجم ونلخصوها ونبسطوها انا مثلا قاعد نمشي ونشوف في اللغلات متع السيستام القيت روحي اللي نقرأ فيه يعني عارفو ويس كوانا نتعلم واحدة ولا اللي نقرأ فيه عامي ومعروف من العباد الكل يا قاعد يتقرر بطريقة غالطة مهيش انتغيصون يعني مضيع برشا وقت انا متأكد اي قريتو فيه برشا زايد بالنسبة اللي نحتاجه وننجم نعطي ديز اكزامبل ونفسر قد منحبه الواضح انه السيستامنا تحت برشا 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 والجيرز متعه تعبين لازموا سبورت جيرز والاهمال هذا الكل مش بش يتعدى بالسهل كيستيوم بتاع وقبرك ديجامة ظاهر الفشل متعه ما تتخبش من حاجة تصير في الكلاس حتى للعباد اللي عندها اكثر لنوتو اقل المعرف حتى البداية النظام والتيبس انتاعه حتى التبعية القادة الكل ما هو معروف ومعهود بيه وقته باش نراجعوا رواحنا ونبدعوا في بلادنا ونردها حضارة نظامنا يقبل كان ديزان تخيه معروفين والتغيير فيه حتى كان لازموا يصير السيستام ما يفهموه ماهوش انتليجان باش يتعامل مع حاجة جديدة هذا تحليل متع السيستام وبتبعه ما نش باش نخليهم على اما طوي اربعة ولا تلافة جيرز صغار ما يعملو حتى شاي وما يعملوش سيستام جديد وما يصلحوش سيستام قديم وكمبليكات وباش نحاولو نرجعو للتعليم باصلاحات وفي السور حاجات تعاون فيها اسرع ما يمكن السيستام بداي ونحتاجو جيرز باش نعملو برشة ديتاش مع بعضنا وباش يعجبو العباد الكل على النماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة